إذا كنت متجولاً في شوارع عمان وأخذتك الطريق إلى شريعي مكة والمدينة المنورة فلا تبني توقعتك على أن تجد أي بيئة دينية تدل على مسمى المكان فهذين الشارعين أصبح الجدل دائراً حولهما مما يجري فيهما من خرق للقانون والمسمى الديني بما أدى بالتالي إلى شكاوي عديدة تقدم بها مواطنون من المجتمع المحلي بلدنا بلد إسلامي بلد ما شاء الله عنها يسمى أسماء شوارع فيها قدارات على أسماء مدن مشرفة مثل مدينة ومدن مكة المكرمة كله مطاعم كلياته يعني محلات يعني بصراحة بتسيء للإسم الشارع نفسه يعني وعلى صعيد آخر فقد اتخذت أمانة عمان مؤخراً قراناً بعدم منح رخص جديدة لنوادي ليلية ومحلات تقديم الخمور ضمن شوارع تحمل أسماء ذات دلالة دينية ومقدسة وأسماء الصحابة بعد أن وقع 62 نائباً من المجلس السادس عشر مذكرة طالبوا فيها الحكومة بإزالة جميع الملاه الليلية والبارات وأماكن بيع الخمر من شارعي مكة والمدينة المنورة نظراً لقدسية أسمي هذه الشوارع لتتجدد المطالب ذاتها من مجلس النواب الحالي وإحنا عنا اتفاقية توأمة بيننا وبين تقريباً 32 دولة عربية وأجنبية زائد نظام التسمية والترقيم نص على تسمية المناطق التاريخية واللي إلها علاقة دينية ضمن شوارع العاصمة عمان من باب تخليد هاي المسميات وهاي المناطق عنا فجاء الرد من قبل الحكومة ومن قبل أمانة عمان بأنهم سيغلقوا كافة النوادي الليلية في الشوارع التي تحمل الصفاء الإسلامية أو الدينية أو الاسم الديني كشارع مكة وشارع المدينة وغيرها كثيراً من الشوارع الأردنية يطلق عليها مسميات دينية أمست وكراً لا أخلاقياً وبعضها الآخر أصبحت عبارة عن أماكن يذهب لتسميتها البعض بشوارع الفجع كشارع المدينة المنورة الذي بات تجمعاً للمطاعم والكافهات عادة عن الملاهي الليلية ما يتعارض مع احترام الاسم ودلالته كالأرض المقدسة ليصبح النقيض بالاسم المقدس والمكان المدنس وفق تعبير الكثير من رجال الدين شوارع عمان هي العتبة الرئيسية لبيوتها فأصوات الجميع بتتطالب بتغيير الحال لتصبح المسميات الدينية والتاريخية اسم على مسمى تدل على أهلها وسكانها ومحالها بعيداً عن التناقضات أو الشبهات عبدالله المومني لتلفزيون البلد عمان